بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة في الله هذا هو اللقاء الرابع والثلاثون من سلسلة أفلا تذكرون الحقيقة في لقاء سابق قلنا إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم والبشار به موجود في الكتاب المقدس وجئنا ببعض الأمثلة اليوم أيها الأحبة أتمنى أن نستمع إلى القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يقول واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تصيب بها من تشاء إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكِ أي رَجَعْنَا وَأَنَبْنَا إِلَيْكَ وَلَجَأْنَا إِلَيْكَ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون آها استمعوا معي والذين هم بآياتنا يؤمنون من هؤلاء طبعا الخطاب لمن؟ لليهود ولسيدنا موسى عليه السلام خطاب من الله وهذا موجود في التوراة هذا الخطاب مثبت في التوراة حتى الموجودة حاليا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم طبعا أيها الأحبة الذي لفت انتباهي في هذا النص القرآني أنه يتحدث عن سيدنا موسى وكيف كانت قصته مع قومه وفي وسط هذا النص وبشكل مفاجئ يأتي ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا البيان الإلهي يؤكد أننا سنجد اسم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا في التوراة والإنجيل ولكن ماذا يعني ذلك؟ هل هناك علاقة بين سيدنا موسى وسيدنا محمد؟ طبعا إذا بحثنا في الكتاب المقدس سوف نجد إشارة وهذا ما أدعو إليه دائما أيها الأحبة لا تبحثوا عن تناقضات الكتاب المقدس عن المشاكل الموجودة فيه لا هم أدرى بها ابحثوا عن الأشياء التي تتفق مع القرآن واستخرجوها يعني هذا أدعى لتأليف القلوب نحن إخوتنا من المسيحيين أو الديانات الأخرى وحتى الملحدين نريد لهم الخير نريد أن نخاطبهم ويخاطبوننا بمحبة أن يكون هناك محبة متبادلة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا منهجه في التعامل مع من خالف رأيهم هذا هو جوهر الإسلام والله صدقوني أيها الأحبة النبي عليه الصلاة والسلام لم يشتم أحدا لم يسيء لأحد لم يقزم أحدا أو ينتقص من شأنه بل كان يكرم الجميع وإلا لما انتشر الإسلام ولما دخل هذا العدد الهائل اليوم عدد المسلمين مليار وسبعمائة مليون مسلم لذلك أيها الأحبة فهمي مختلف عن فهمك للنص أبدا ليس منهجا للنبي وهذا ليس منهجا للقرآن الكريم لذلك أيها الأحبة أنا دائما أحب أن أخرج من هذه الكتب الأشياء الجميلة التي تتفق مع القرآن ونظهرها لكلا الطرفين نحن كمسلمين بحاجة لمعرفة الأشياء الصحيحة في الكتاب المقدس لذلك أيها الأحبة عندما نجد في وسط النص الذي يتحدث عن موسى عليه السلام وقصته مع فرعون ومع قومه نجد إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه موجود في الإنجيل طبعا هذه الإشارة يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة بالفعل إذا قرأنا الكتاب المقدس قراءة معمقة نوعا ما وبشكل حيادي وحاولنا أن نبحث عن هذه الإشارات سوف نجد الكثير منها موجودة في ثنايا الكتاب المقدس وبالتالي دعوني أستشهد لكم بقصة موجودة في العهد القديم يستطيع كل إنسان أن يفتح ويتأكد يقول العهد القديم يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون انظروا الصفات كلها تنطبق على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه كلام الله ينطق به بفمه من الذي نطق بكلام الله نحن الآن لو أردنا أن نتأمل الأناجيل الأربعة من كتبها كتبت بعد وفاة المسيح عليه السلام لا أحد يستطيع أن يقول إن المسيح هو الذي كتبها كيف كتبها وهو كما يزعمون على الصليب وهناك شخص آخر يصف ماذا يجري ذهب وأتى وجاء وصلبوه وكذا إلى آخر القصة يعني إذن كل علماء اللهوت اليوم يقولون إن الإنجيل كتب بعد وفاة سيدنا المسيح وهذا يتناقب مع القرآن أيها الأحباء الإنجيل المفترض حسب نص القرآن أنه أنزل على سيدنا عيسى فهو كلام الله لذلك نجد في العهد القديم عندما نقرأ أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه كل المسلمين في العالم الإسلامي اليوم يعتقدون جازمين أن ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم بفمه هو كلام الله بينما الإنجيل الموجود حاليا لا أحد يعتقد أنه نطق به المسيح بفمه لأن فيه أحداث جرت بعد موت المسيح عندما قام في اليوم الثالث وذهب وظهر لتلاميذه وحدثت قصص وخبز وكذا الذي يصف هو شخص آخر إذن الذي ينطبق عليه هذا الوصف ليس هو المسيح ونحن نتحدث حسب اعتقاد أصحاب الكتاب المقدس أنتم تعتقدون أن المسيح ليس نبيا إذن هذه الآية لا تنطبق عليه الموجودة فيه كتابكم المقدس أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به طبعا أيها الأحبة هذا من سفر التثنية الإصحاح الثامن عشر الآيات من خمسة عشر إلى اثنين وعشرين ارجعوا وتأكدوا وابحثوا الآن الذي يهمنا أيها الأحبة يعني كيف يأتي الحديث عن نبيه بعد موسى يعني وعلى لسان موسى هذا الحديث هذا الكلام أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمي معنى هذا الكلام أن الله سيقيم نبيا نبيا ما معنى نبيا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي عيسى باعتقادكم أو المسيح ليس نبيا إلها كما تزعمون إذن هذه الآية لا تنطبق لا تنطبق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا يجعل كلام الله تعالى في فم هذا النبي أي أن هذا النبي ينطق بكلام الله نحن لدينا في القرآن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى طيب الآن أيها الأحبة هذا النبي هو من إخوة إسحاق أي من نسل إسماعيل عليه السلام من وسط إخوتهم من هم إخوتهم إسحاق وإسماعيل من وسطهم هو سيدنا إسماعيل والمخاطب هنا بني إسرائيل وإخوتهم هم بنوا إسماعيل عليه السلام لأن بني إسرائيل هم أولاد إسحاق عليه السلام ولم يقل لهم من أبيكم أو من جدكم إسحاق أقيم لهم نبيا قال من وسط إخوتهم يعني من أخ آخر وهو إسماعيل طبعا لأن العرب هم أبناء إسماعيل طبعا هذا النبي ينبغي أن يكون من أبناء أو من ذرية إسماعيل الشيء الثاني أيها الأحبة هذا النبي يجب أن يكون مثل موسى لأنه يقول مثلك أي أنه نبي أولا نبي وصاحب شريعة وينزل عليه كتابا كما أنزل على موسى عليه السلام عيسى عليه السلام جاء ليتمم ويؤيد التوراة مصدقا لما بين يدي من التوراة هذا كلام المسيح عليه السلام بينما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليكمل رحلة التوراة والإنجيل بل جاء مثل سيدنا موسى بتشريع مستقل جديد يناسب عصره وكل العصور إلى قيام الساعة كل ما يتكلم به هذا النبي سيحدث وإذا لم يحدث فهذا دليل على أن هذا النبي كاذب يقول النص السابق فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر يعني لم يتحقق فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب يعني إذا أردتم أن تعرفوا صدق هذا النبي اختبروا كلامه نحن الآن بعد 1400 سنة أعطوني آية واحدة لم يتم إثباتها علميا أعطوني حديثا واحدا من أحاديث اقتراب الساعة وعلامات الساعة وأشراط الساعة وأمرات الساعة لم تتحقق اليوم أو في طريقها إلى التحقق أعطوني خطأا علميا واحدا في القرآن لا تقولوا لي كما يقول بعض الجهلاء منكم يضحكون على عقول البسطاء يقولون إن الجبال ليست أوتادا وليس لها جذور وليس لها كذا وهذا الكلام علميا غير صحيح ما تدعونه آخر دراسة علمية تقول إن جبال الهملاية تغوص عميقا في الأرض لأكثر من 100 كيلو متر هي ترتفع لـ 8.8 كيلو ولكن في الأرض 100 كيلو أو 120 كيلو بعض الدراسات وهذه دراسة منشورة على موقع Live Science تحدثنا عنها طيب كيف تقولون لا يوجد لها أوتاد لا يوجد لها جذور القرآن يقول والجبال أوتادا وصف قرآن يتطابق مع العلم إذن لا يضحك أحد عليكم ويقول إن القرآن فيه أخطاء علمية هذا الكلام غير صحيح أيها الأحبة حتى الآن أقول لكم لا توجد آية واحدة تناقض حقيقة علمية يقينية الشيء الثاني بما أن الشرط الذي وضعه الكتاب المقدس فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب يعني إذا رأيتم أن كلام هذا النبي الذي ندعي أنه هو محمد صلى الله عليه وسلم يتحقق عبر التاريخ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان في أشد مراحل الضعف وكان الكفار والمشركون يتآمرون عليه طيب قال لا يبلغن هذا الأمر أي الإسلام ما بلغ الليل والنهر طيب اليوم الإسلام أين ينتشر حتى في ألاسكا هناك مساجد اليوم في كل منطقة يصلها الليل والنهار هناك مسلمون انظروا إلى خرائط توزع الأديان على الكوكب طيب كيف علم هذا النبي إذا كلامه تحقق إذا هو صادق لو لم يتحقق هذا الكلام يمكن أن نشكك برسالة هذا النبي الكريم هذا النبي سوف يبلغ قومه كل ما يوحى إليه وسيبلغ هؤلاء القوم كل ما أحيى إليه من وصايا وأحكام وتشريعات وقصص إلى آخرهم ولن يتكلم بأي شيء أوصاه الله لم يوصيه به الله ولم يكتم أي شيء أنزله الله عليه في الكتاب المقدس النص السابق فيكلمهم بكل ما أوصيه به النبي لم يخفي عنا حرفا واحدا أوحي إليه أوصل لنا القرآن كاملا الشيء الثاني أيها الأحبة التأكيد على أنه نبي وأنه محمد مرتين يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسط إخوتك مثلي وفي موضع آخر أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك إذن خطاب الله أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك هذا على لسان الله لموسى عليه السلام وعلى لسانه أيضا يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسط من وسط من وسطك من إخوتك مثلي المهم أيها الأحبة كلمة مثلي ومثلك هنا تشير ليس إلى المسيح لا يمكن أن تشير إلى المسيح لأنه نبي وينطق بكلام الله وكل شيء قاله يتحقق طبعا الأنبياء كلهم صادقون وتحقق ما قالوا به ولكن ما الذي قاله المسيح لا نعلم ما الذي قاله حرفيا لا نعلم ليس لدينا اليوم وثيقة تعود إلى العصر الذي عاش فيه المسيح لدينا وثائق حسب جامعة بيرمينجهام وجامعة ألمانية توبينجين تقول بأن القرآن الذي عثر عليه المخطوطات وتم تحليلها بالكربون المشاعة تعود إلى عصر النبي تماما مطابقة لما بين أيدينا اليوم من القرآن الكريم هذا الشيء غير موجود بالنسبة للكتاب المقدسة أيها الأحبة فهذا يدلك على سلامة النص القرآني ويدلك على أن كل ما فيه هو من عند الله لأنه لا يستطيع أحد أن يحفظ كتابا على مدى 1400 سنة من التحريف والتمديل لا يستطيع إلا أن يكون محفوظا برعاية الله الذي قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون طبعا أيها الأحبة لو رجعنا وتأملنا طبعا بعض بعض العبارات التي وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن كل ما أنبأ به النبي يتحقق يوما بعد يوم أنبأنا عن ظاهرة أولاد الزنا قال ويكثر أولاد الزنا الإحصائية الحديثة اليوم 2020 تقول بأن 42% من المواليد الجدد في أمريكا هم لأبوين غير متزوجين أولاد زنا ترتفع هذه النسبة لتصل في بعض الدول أوروبا إلى 50 وأكثر من 50% النبي قال ويكثر أولاد الزنا يعني لو أردنا الآن أن نتحدث عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنبأ به عن أحداث تحدث اليوم لحتجنا إلى مجلدات ولو تأملنا آيات القرآن كاملة أيها الأحبة فإننا سوف نجد أن كل آيات القرآن تتطابق مع العلم الحديث يعني عندما حرم الخمر كان فيه شر لم يحل الخمر كل ما في الخمر فيه ضرر ويسبب سبعة أنواع من السرطان حسب موقع بي بي سي عندما حرم الميسر أو القمار أيضا القمار يطور لدى الإنسان سلوكا عدوانيا حسب دراسة أجريت في ولاية القمار ميرلاند ماذا تريدون كل ما أمر به القرآن فيه الخير أمر بالصيام ثبت هناك باحث أكرر دائما عام 2016 نال جائزة نوبل لاكتشافه آلية الالتهام الذاتي التي تقضي على السرطان والخلايا الشاذة والالتهابات والأورام والأمراض وهذه الآلية لا تعمل إلا أثناء تجويع الجسم الامتناء عن الطعام أو الشرق أي الصيام إذن كل ما أمر به القرآن أثبت العلم فوائده وكل ما نهى عنه القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أثبت العلم ضرره إذن هذا يتطابق مع النص الذي قرأناه وهو موجود حتى يومنا هذا في العهد القديم فلا نملك إلا أن نقول كما علمنا الله سبحانه وتعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته